تحالف الوطني للعمل الاهلي هو مظلة جامعة جامعة شاملة مجملة للكثير من النشاطات اللي بتقوم بيها منظمات العمل الاهلي طيب أنا زي ما كنت بيقولك في تصوري أن هذه المظلة هي مظلة لعمل تنموي ولعمل اجتماعي ولعمل توعوي خلونا نرحب مضفاتنا العزيزة داخل الستوديو دكتور نوها طلعت عبدالقاوي أمين سر التحالف الوطني العمل الاهلي أهلا بك يا دكتور أهلا بك إزاي الصحة كله تمام مسألة أنه يبقى التحالف هو مظلة لثلاث فروع أو لثلاث اتجاهات ومحاول رئيسية تنمية حماية اجتماعية وتوعية صح ده حقيقي ويمكن هو المجتمع المدني في مصر مجتمع قديم وراصخ ويعني له تاريخ مشرف من العمل سواء في مجال التنمية أو في مجال الحماية الاجتماعية أو في نشر الوعي وتعزيز الاستقاف الحقيقة احنا السنة دي قلنا نستغل بقى فرصة اعلان سيادة الرئيس الـ 2022 عام المجتمع المدني ويبقى فيه تعزيزة على المفهوم ده أنه لقينا فيه مجهودات بالتم كبيرة جدا ومهمة يمكن حتى فيه سروح بعض الناس ما كانتش تعرف ان دي منشأة بسبب جهود تطوعية وجهود من المجتمع المدني زي جامعة القاهرة مثلا اللي هي تعتبر اهم جامعة في مصر صح فالحقيقة المجهودات دي على مدار السنين اللي فاتت كانت بتفتقد نوع من أنواع التنسيق ومن هنا جات فكرة دي يكون فيه مظلة واحدة اللي هي ارتحار في الوقت عن عمل اهل التنموي واللي تم اشهاره يمكن احنا عمرنا 9 شهور دلوقتي تم اندبوه معدد كبير من الكائنات الكبيرة والمهمة في العمل الاهلي في مصر تحت مظلة واحدة وده عشان يبقى فيه يعني نوع من التنسيق ونبقى شايفين الارض بشكل افضل نبقى فاهمين كل حد بيتحرك في انهي اتجاه يبتزي بقى فيه تكامل كمان في الجهود وفي الخطط انا كنت اسمع زمان انه كل المنظمات او الجمعيات الاخير وهي بتتشارك مع بعضها في الداتابيز المتعلقة بالناس اللي المفروض انه يذهب اليهم انتاج او المنتج بتاع الجمعيات فعشان كده بسأل طب وليه عملنا تحالف لما كنا كده كده احنا بده تشارك في الداتابيز او في قواعد البيانات ايه الاهمية من وجود التحالف هيؤدي الى ايه اول حقيقة التشارك ما كانش بالشكل يعني المنظم او اللي نقدر نحنا نعاول عليه وكان بيحصل بمبادرات فردية او الديم بين بعض الجمعيات ومؤسسات اخرى فما كانش ليه نسق معين نقدر نحنا نعتمد عليه التحالف لا يعني اسس دان وبقى فيه عندنا قاعدة بيانات موحدة للتحالف منتكلم ان انا بقى عندي قاعدة بيانات عليها بيانات اكتر من 37 مليون مواطن ودي تبقى يعني سابقة الاولى من نوعها 37 مليون مواطن دول الهم يعني القاعدة الاكثر استحقاقا اللي هم مرتبين في نسق اسر معينة حوالي 9 و 2 من 10 مليون اسرة دول الاكثر استحقاقا او المستهدفين والمنوط بيهم العمل الجماعيات الاهلاف مصر طبعا انا يبقى عندي بلاتفورم واحد او منصة واحدة او قاعدة بيانات واحدة عليها كل البيانات دي دي تبقى سابقة الاولى من نوعها خلتنا نقدر نشوف التدخلات التنموية بشكل افضل نقدر ان احنا حتى يبقى عندنا يعني رصد للتجارب ومدى نجاحها ومدى قدرتها لتغيير حياة المواطنين وجودة حياتهم لانه الفكرة ابعد من انا قدي مواطن كارتونة مواطن غزائية او ان انا اسعده باعانة شهرية الموضوع ابعد من كده والمفروض ان هو يكون اشمل عشان انا هبتدي حس ان فيه تغيير في جودة حياة المواطنين ونبتدي نروح لمرحلة تانية ان يبقى فيه تخارج بقى من دائرة الفقر ما يكونش طول الوقت انا عندي قاعدة بيانات عليها نفس الاسر لمدار السنين طويلة جدا هم دول نفس الناس اللي بتستفيد من الدعم الغذائي او المادي او غيره طيب امتى هو هيبقى مواطن يعني قادر على اخراج الذكاية بقى يعني هو دا يمكن حلمنا ان يبتدي المواطنين دوكولوم يتحركوا من دائرة الاستحقاق لدائرة انه هما عندهم استخلال مادي فطبعا ساعدنا في دا وجود قاعدة بيانات قدرنا هنشوف البروفايل بتاع المواطنين بشكل واضح اكتر نبني على دا مجموعة من التدخلات اللي هتغير حياتهم انه النهاردة انا لو عندي مرأة معيلة كنت بروحة ديها مكانة خياطة او بديها رأس ماشية عشان تربيها بعد سنة في المتابعة والتقييم بنلاقي انه هي حالها نفس الحال وده لأ انه انا بس عايدها ما انتبهتش ان هي عندها ازمة صحية مزمنة او عند ابنها فاطر تبيع اما العائد بيروح على الالاج اما بتبيع اما هي غير قدرة على العمل بالزبط فالنهاردة بقيت لا يعني لو عايزها تتمكن اقتصاديا وتبتدي تشتغال يبقى لازم احللها الازمة المزمنة اللي هي بعد ما انا هسيبها وامشي هي هتتصرف الحاجة دي في رأس المال نادي تقولها او مش هتبقى قادرة على شغل فبدأ يبقى فيه تدخل صحي الى جانب التمكين الاقتصادي وهكذا يعني احنا بدأنا انه يبقى فيه حزمة متكاملة من الخدمات بنستهدف بيها المواطنين بتوعنا عشان يبقى فيه عندنا نوع من انواع فعلا تخرج من الفقر نوع من انواع الاكتفاء الزاتي طيب هسأل امكان اشواءات اسئلة كده في الاول او سؤال سريعة قلتي لي بقى السبعة وتلاتين مليون دول كم اسرة دول حوالي تسعة وتنين من عشرة مليون اسرة تسعة وتنين من عشرة مليون اسرة يعني المتوسطة العامة الاسرة اربعة تقريبا تقريبا طيب الحاجة بقى اللي بعدها العامل الاهلي قديم في مصر زي ما قلتي ويمكن من اول ما كان بيتمتها جامعة تبرعات لانشاء جامعة القاهرة الاميرة فاطمة اتبرعت بمساحات من الاراضي وما الى زلك لكن انتو لمستوا قبل اعلان التحالف بلاش قبل انها التحالف قبل حتى 2014 عدد الاسر كان بيزيد ولا سابت لا هو الحقيقة احنا قبل 2014 كان فيه حالة حنقول ايه حالة فوضى احنا ما كناش قادرين نرسل ده يعني حتى المستفيدين على الارض المستفيد احنا ما نقدرش نقرر اذا كان هو مستحق ولا مش مستحق كان فيه حالة من الفوضى فعلا سواء في المستفيدين سواء في توزيع الاعانات سواء انه كمان العمل ما كانش بيتم باغراض تنموية اكتر من هو كان بيبقى ليه اجندات اخر فاحنا رجعنا دلوقتي يمكن في اخر 8 سنين اجندات اخرى معاهم شغلية تيليزة مسأل بصباح معضاشة فوت اجندات اخرى شبه الايه شبه اجندات يعني ممكن نقولناها سياسية توجيه رأي العين باستخدام الشغل بتاع الجامعية الاهلية وده طبعا يعني احنا مش هنتكلم حتى في اي تفاصيل غير انه حكم القانون ده ممنوع منعا باتا لانه انا جامعية اهلية او انا مؤسسة اهلية او انا مجموعة من المتطوعين بقوم بدور تنموي بحث دور عمل اهلي بحث عمل خيري بحث ما ينفعش ان هو يبقى تحت اي مظلة يا اما حزبية او سياسية او حتى دينية ده ما ينفعش في حاجات كده مركت بتاعي ويده شوية زيت وسكر ومعاقي شربه وان شاء الله يا اختي نشوفك السنة الجاية وانتي محجبة يعني كان في جو ده حقيقي وكان يبقى فينهم انواع انه فعلا يعني انا بعمل ده عشان يبقى في قد في وقت معينة انا عندي قدرة بقى على الحجد والتعبئة لان الناس دي اللي استفادت مني في فترة معينة وانا استغلت حالة العوز اللي عندهم او احتياجهم واقوفي جنبهم في انه في مرحلة معينة اقدر ان انا استدعيهم فالحقيقة ده يعني العمل اهلي في مصر هو من اهم اهم الملفات وملفهم متصل مع المواطن انا دايما بقول احنا متواصلين مع المواطن في اكتر الحالات حالات الضعف وحالات رقة الحال فده مسئولية كبيرة علينا مسئولية اخلاقية قبل كل شيء ان انا في الاخر ما استغلش احتياج هذا المواطن ان انا بتدي افرد عليه اجندة معينة او تفكير معين او اي اتجاه معين فاحنا بنحاول نرجع الامور لنصابها زي ما بيقولوا العمل الاهلي هو دوره هو دور تنموي دور تكافل وتضامن مع المواطنين وما يبقاش ابعد من كده طيب برضو لفت نظري في الكلام مسألة التمكين الاقتصادي بتاع هذه الاسر وما الى ذلك فينا زي ما قلتي بيبقى نتيجة المرض هي مش قادرة او هو مش قادر يشتغل فبياخد الشيء اللي انت قد تقوله يبيعه بطراب الفلوس ويتصرف على العيال وفيه جزء تاني متعلق بثقافة عشان نبقى امين جدا في الطرح هو مش ناوي يشتغل حتى لو صحته بمب هو عاوز ياخد الحاجة عشان يباعها بطراب الفلوس وبعد كده يعد مريح واعد عمال بيبص في السقف ده بتتعامله معايز زي فكرة النمط بتاع التفكير ده الثقافة دي اول حقيقة احنا فكرة ان احنا نوصل لمرحلة الدعم المادي او ان انا دي له رأس مال او مشروع دي احنا بنوصل لها بعض المجموعة من المراحل ان هو انا الاول بيبقى عندي بحث اجتماعي حقيقي بيقوم به ناس هم دي شغلتهم ان هو ينزل على الارض ويبتدي يتحرر عن هذا الشخص هو فعلا مش بيشتغل عشان مش لقي فرصة عشان كان عنده فكرة ومش لقي اللي يمولها ولا هو مش بيشتغل عشان هو مش عايز يشتغل فانا فكرة انه برضو يعني كل اموال الجماعيات الاهلية ومؤسسات الاهلية هي تعتبر في نطاق المال العام لان هي اموال ذكاة وصدقات واحنا يعني منبقى مؤمنين عليها فان انا ابتدي امول مشروع او فرصة عمل لشخص من غير ما اتأكد انه فعلا عنده نية انه يشتغل دي الحقيقة يعني بقت بتم في اطزق الحدود حتى لو تم ده احنا بيبقى عندنا قليات للمتابعة كل ثلاث شهور وكل ست شهور اشوف مدى يعني قدرته على استدامة العمل لانه ساعت هو حتى بيبقى يعني عايز يشتغل ولكن مثلا ما عندهش التأهيل الكافي بدأ يشتغل بس مش عارف يسوي استلعبتاعته فالحقيقة احنا بنفضل معاه في منظومة بقى متكملة لحد اخر الطريق ويمكن يعني المجتمع الاهلي واخد الدفع القوية دي هو يعني سيادة الرئيس مش بس السنة دي اعلن عن مجتمع المدني هو اشاد الحقيقة بمساهمات العمل الاهلي والمجتمع المدني في يعني كثير من المناسبات ويمكن كتأخرها في 2018 لما اشايت بدأ أثناء افتتاح يعني مستشفى القوات المسلحة وقال انه هو العمل الاهلي في تقديم الخدمة الصحية متميز جدا بيقدم خدمة بجودة عالية وانه هو بيأمل ان كل المستشفى المولقة المجتمع المدني هو يعني يستلمها ويبتدي يعيد تاني تشغيلها فاحنا لما نتكلم مثلا في مجالز مجال الصحة 35% من خدمة مقدمة في الصحة في مصر هي من المجتمع المدني وده رقم يعني جدير بتوقع 35% بصبت اكتر من تلت الخدمة الصحية المقدمة في مصر هي طالعة من منظمات مجتمع مدني ومؤسسات عمل اهلي بعد كده هنجيلكوا بدل ما بنكلم الدكتور حسام عبدالغفار يعني هنقوله كنتم بعد كده وبدأ انه دلوقتي يبقى فيه تنسيق حتى مع المستشفى الجامعية ومع وزارة الصحة على كل المستويات بحيث ان احنا نبقى موجودين في مناطق ممكن تبقى الصحة المتواجدة فيها ولكن الوحدة الصحية ينقصها طبيب انا موجودة بعيادة تبع مجتمع مدني فابتدي ان انا الطبيب اللي انا متعقدة معاه يبقى موجود في الوحدة الصحية احنا بدأنا حتى انخطط ازاي ده يبقى فيه نوع من انواع التكامل احنا عدنا مرحلة ان يبقى فيه تكامل ما بيننا وما بين بعض دلوقتي الاتجاه يبقى فيه تكامل مع الدولة كمان تتكاملوا مع وزارة الصحة طبعا ومع تعليم العالي وده مهم وفي ملفات مختلفة ويمكن بدأنا يعني السنة دي ده شاهد بقى انفتاح على معظم الوزارات احنا يمكن بصدد ان احنا يبقى فيه تكامل ما بيننا وتعاون مع وزارة الزراعة مع وزارة التنمية المحلية في ملفات مختلفة وملفات كتير جدا طب الصحة والتعليم العالي علشان مستشفات الجمعية ومستشفات وزارة الصحة فده الملف بتاع الرعاية الصحية الزراعة و التنمية المحلية والتضامن يعني الحقيقة لانه يعني المجتمع المدني فعلا هو داخل في كل ملفات التنمية في الدولة المصرية مفيش ملف احنا مش بنشتغل فيه ويمكن في بعض الملفات احنا بنشتغل فيها بشكل حاصري زي ملفات مثلا الخاصة بالتعليم والتعليم المجتمعي مدارس التعليم المجتمعي اللي موجودة في القرى والنجوع يمكن يعني اكبر مؤسسة مشاركة فيها ومساهمة بيها هي مؤسس مصر الخير ب2700 مدرسة مجتمع في القرى والنجوع طبعا دي مساهمة كبيرة جدا طب انها سأذنك هروح لفاصل وعايز درجة بعد الفاصل نكمل منقشة وهبدأ منقشتي بالتعاون اللي ما بينكم وبين وزارة الزراعة سيد الرئيس لما كنا في المنصورة الجديدة كان بيسأل على موضوع استبدال رؤوس الماشية المتعلقة بانتاج اللبن واللي متعلقة بانتاج اللحوم بس هو ركز في اليوم ده على موضوع انتاج الألبان وخلونا نروح لأول الفاصل نرجع نكمل الكلام مع دكتور نوها طلعت عبدالقوي أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي استنونا بعد يزنقه ده موضوع طلع كبير قوي يا جماعة طب خلونا نجدد ترحيب مرة تانية بدكتور نوها طلعت عبدالقوي أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي وكنت بقول انه الرئيس كان بيعلق لما كنا في المنصورة على مسألة استبدال رؤوس الماشية لدى المربين بالمواجه المستوردة أو الفصائل الجديدة اللي جاي من أوروبا لإنتاج الألبان وقال يا جماعة المسألة ماشية ببطء شوي فعاوزين نصرعها وأظن انتم بتتعاونوا في ده مع وزات الزراعة بتعملوا ايه بقى؟ هو الحقيقة موضوع الاهتمام بالثروة الحيوانية وان ده يبقى مدخل بالنسبة لنا لتمكين اقتصادي ده موضوع مهم جدا والحقيقة هو سيادة رئيس يعني كلف به أكتر من المرة ويمكن كتأون مرة في افتتاح محط التجميع البين في استادات في يمكن شهر ستة اللي فات وهو أكلف المجتمع المدني لأنه وسيادته مطالع على نشاط المجتمع المدني فيما يخص التمكين الاقتصادي المرتبط بالثروة الحيوانية لأن دي مشروعات بتبقى ماشية مع طبيعات أغلب المواطنين في الريف هو كده كده الرعاية وتربية القطعان دي حاجة من ثقافتهم ومن شغلهم فبالتالي أنا لما بستهدف مواطن زي ده أن أنا أساعده بفرصة التمكين الاقتصادي بتكون رأس الماشية مشروع يعني مناسب جدا الحالي احنا بتقول الفترة الفاتت قبل تكريفات سيادة الرئيس كنا مركزين جدا في مشروعات التسمين وهي مشروعات بتبقى مربحة جدا للمواطن لأنه هو بيستلم اتنين راس بتبقى حجمها صغير حوالي 22 كيلو بين الدهالة يعني مش بيدفع فيها أي فلوس وبيبتدي أنه هو يتولى تربيتها لمدة دورة كاملة حوالي 6 شهور بيوصل وزنها في 6 شهور دول حوالي 450 كيلو في الخلال الفترة دي أنا بساعده في التغذية في رعاية بيطرية كل حاجة وده بيبقى رأس مال عنده أنه هو يبتدي يشتغل من خلاله إذا كان الرؤوس دي هيباعها وسلمه رؤوس تانية أصغر ويتفضل لدورة التربية دي مستمر طبعا ده بيكون مصدر دخل ممتاز ليه وفي نفس الوقت إحنا عندنا هدف أكبر وهون يبقى فيه نوع من أنواع اكتفاء ذاتي من اللحوم وده بالتبعية يخلي أسعار اللحوم تقل في السوق يعني إحنا برضو أي مساعدة بنقدمها لمواطنين بنكون لازم بصين على البعد التنموي اللي ورده الحقيقة فيما يخص كمان تربية السلالات اللي هي محسنة ورثيا اللي هي بتبقى منتجة للألبان ده كان يعني من ضمن المشروعات اللي بدأنا فيها وبعد تكليفات السيد الرئيس تعاوننا مع وزارة الزراعة ونفذنا نمط تجريبي إن احنا سلمنا مئة أسرة في محافظة الفايون عدد مئة راس من فصيلة هولشتاين اللي هي بتبقى منتجة للألبان الحقيقة الفصيل دي يعني ممكن المربي أو صغار المربيين في الريف يقدروا لهم يتعاملوا معها بس لازم بإشراف يعني لسيق بيطاري من الوزارة يعني من الوزارة أو من المجتمع المدني أو من ده كترة بيطاريين يعني من القطاع الخاص إحنا بندعم ده طول الوقت عشان ما يبقاش فيه حامل برضو على الوزارة فبنعمل ده وبنساعد فيه الفلاحين حتى المكان نفسه اللي هيتم فيه التربية إحنا بنهيقه يعني بنخلي إنه هو مناسب إنه هو يستقبل النوع ده من السلالات اللي هي مش واخدة على البيئة المصرية ودرجة الحرارة المصرية وفكرة إنه يبقى في بعض الفصول للسنة بيبقى فيه هيت سترس ممكن الرأس ما تتحملوش وبنتابع لأكتر من كده المربي بيكون واخد على رأس بتديره خمسة كيلو في اليوم ومعارف هو هيباعهم إزاي طب أنا لو سلمت رأس بتطلع في اليوم 25 كيلو اللي بيتفق مع مركز تجميع بالضبط وإحنا بنساعده في ده إنه يبقى فيه مراكز تجميع ألبان فيه مركز تجميع في القرية يقدر ياخد الكمية الكبيرة دي لو أنا النهاردة سلمت ميت رأس مية في 25 كيلو في اليوم بنتكلم في 2 طن ونص ألبان في اليوم فإحنا بنوصل حتى مركز تجميع الألبان بشركة قطاع خاص إنها تاخد منه ده بحيث أن تبقى يعني زي بيقول الحلقة متكملة ما يبقاش عندي خلل في أي وقت في المنظومة دي والحقيقة إحنا بعد ما عملنا ده لقينا أنه لا هو يعني حلم الكبير وإحنا يبقى فيه إحلال كامل لكل السلالات الموجودة دلوقتي بسلالات محسنة تدينا الإنتاج الضخم ده ونحاق اكتفاء ذاتي لأن ده يعني هيبقى فيه اتجاه أكتر لنمط المزرعة والحقيقة إحنا عندنا مزرعة داخل مؤسسة من مؤسسات التحالف هي بنك التعامل مصري هي موجودة في محافظة البحيرة اسمها وفرة ودي إحنا جرمنا فيها النمط أنه يبقى فيها أربع تلاف راس هولشتاين ودي يعني تعتبر حاجة كبيرة جدا لأن إحنا لما رصدنا تربية النوع ده في بيئة المزرعة ورعاية بقى بتكون أفضل وبتكون أكثر احترافية لأن الإنتاجية ارتفعت معنا لستين كيلو من الرأس في اليوم طبعا ده كان يعني رقم هيل بدل خمسة وعشرين سبعة وعشرين يعني الدبل أكتر كمان بقت ستين كيلو في اليوم وطبعا يعني بيبقى في حفاظ بقى كمان على الرأس دي إن هي بتبقى بالنسبة لنا رأس مال لأنه هي مكلفة جدا سعرها غالي جدا وبالتالي إحنا فكرنا النمط المزارع ده إحنا هنعممه وهنكرره في محافظات مختلفة وهنوفر عن طريقه فرص عمل لبعض الشباب بحيث إنه هو يبقى أنا حققت لنفس الهدف إن أنا عملت تشغيل وعملت إحلال كامل للسلالات طيب في الحالة بقى بتاعة التربية الفردية زي ما شرحتي لي ده استحالة هيبقى مناسب للأفراد نظرا لقدراتهم مش بس علشان الفلوس ولا الأعلاف هي فكرة كمان المكان اللي يبقى فيه ظروف تنفع له النوع ده من الماشيال هونشتاين دي اللي بنتفرج عليها في التلفزيون في إعلانات الجبنة دايما طيب وكي الحالة دي هل من الممكن أنا مش عايز بقده أحرم المربي الفرد ده الفلاحة طيب من إنه يحصل على الفلوس دي هل من الممكن يحصل زي توفيق ما بين مثلا عشرة خمستاشر متين واحد من الفلاحين وبنعمل لهم virtual farm مش بتاعة الفيسبوك ده أكيد بس إنه إحنا بنعمل المزرعة وإنتوا بتشتغلوا فيها وبتاخدوا نسبة من الأرباح هل وارد حاجة زي كده؟ إحنا فكرنا في النموة ده فعلا زي ما حالك بتقول وساعتها إحنا حتى فكرنا إنه أقل عدد ممكن بس تضيفه في مزرعة هيكون ميت راس وإنه قلنا ميت راس يمتلكهم ميت فلاح ويكون لها مكان معين وظروف معينة وإدارة معينة حتى إحنا يمكن عملنا خلاص الهيكل إداري بتاعها هتحتاج كم دكتور بايتاري كم مهند الزراعي كم حد إداري ويكون الفلاح بيمتلك راس داخل المزرعة دي فده النمط من الأنماط اللي كمان هنحاول نحن بننفذها في الفترة الجاية وبدأنا دلوقتي في دراسة إيه الأراضي اللي ينفع نحن نعمل فيها النمط ضمن المزارع والحقيقة لأنه يعني سيادة الرئيس هو الحقيقة يعني طولوقتي بيعلن أنه بيدعم التجارب دي محاولات المجتمع المدني إنه هو يعمل مشروعات يكون لها أبعاد تنموية وفي نفس الوقت نحل بيها مشاكل يعني حلول جزرية يبقى الموضوع لو عملنا خطة زي دي على عشر سنين كل سنة بدأنا يبقى عندنا مئة ألف راس إحنا بعد عشر سنين هيبقى فيه إحلال كامل هيبقى عندي مليون راس جديدة ده غير طبعا الإنجاب بتاعها فهيبقى عندي اكتفاق ذاتي من مسألة الألبان ويمكن يعني روحنا لمساحة أبعد إنه إزاي يبقى فيه مصانع لتكفيف الألبان مرتبطة بده لإنتاج الألبان البدرة اللي إحنا بنستوردها من بره بأرقام كبيرة جدا وطبعا ده هيعمل توفير كبير في الفاتورة الإسترادية طيب ده كده نشاط من الأنشطة بس أنا أشوفه نشاط بارس جدا ومهم ومش هقولك إيه تاني حاجة في أجندة الأولويات لأنه كله على رأس أجندة أولويات لكن إيه تاني بتقدموه علشان يحصل تمكين اقتصادي ويحصل تغيير في نمط الثقافة العامة إنتاجيا للأسر دي فنخرجها من مرحلة العوز والفقر إلى مرحلة الحياة الجيدة الكريمة والحقيقة إحنا يمكن من أحدث المبادرات اللي إحنا مهتمين وفخورين إن إحنا أطلقناها وما ممرش عليها أكتر من شعر هي مبادرة إزرع وذي مبادرة إحنا بنستهدف فيها صغار الفلاحين ويعني بصراحة المبادرة دي أخدت مننا وقت في الدراسة لأنه إحنا بنتكلم أنه مصر لو نوص سكان الصعيد هما بيشتغلوا في الزراعة والفلاحة نتكلم أن تلت القوى العاملة في مصر بتشتغل في الزراعة وبالتالي دول قطاع كبير جدا جدا من المواطنين هما مستهدفين مننا بالأساس بمساعدات اجتماعية مختلفة فأنا لم أبتديش الطريق من أول وأنا أبتدي أن أساعده في مصدر رزقه وشغله وفي الحياة اليومية بتاعته ثم أشوف بعد ذلك أي نوع تاني من الدعم الاجتماعي هم ممكن يحتاجه الحقيقة إحنا أطلقنا مبادرة إزرع دي بتعاون مع وزورة الزراعة وإحنا عندنا في التحالف مجموعة من الأعضاء هم مهتمين جدا من مسألة الزراعة يمكن زي الهيئة قبتال إنجلية وهي هيئة عريقة بتشتغل من سنة خمسين في ملف الزراعة وعملة يمكن وحدات تنموية وروابط فلاحين موجودة وراسخة في المحافظات وبالذات في الصعيد فالحقيقة بعد الدراسة وبحث إحنا لقينا أنه في حالة أعظوف من بعض الفلاحين أنهما يزرعون لأنه هو بقى عنده صعوبة في الحصول على التقاوي التقاوي بقى تسعرها غالي بالنسبة له بيطر في بعض الأحيان هو يدور عليها في السوق السوداء بعد ما بيزرع وبعد ما بيعمل المسألة الزراع الإرشاد الزراعي بالنسبة له بيبقى سعاد فيه مشكلة الحصول على الأسمدة والمخصبات بيقى فيه مشكلة نوصل لمرحلة الحصاد حتى الحصاد هو بيبقى النهار ده حصد الأرض مع المحصول مش عارف يبيعه فيه فين هيبيعه للقطاع الخاص هيبيعه للدولة هيبيعه في السوق السوق ده فكرة تزبزه بالأسعار بتخليه هو واخد قرار الزراع في الأول هو مش دومن بعد خمس شهور عند الحصاد أو بعد ست شهور المحصول ده لما هيتبايع هيجيب همه يعني يبقى أنا الفلوس اللي صرفته عليه وقعدت جنب المحصول خمس ست شهور الموضوع مستهل ولا لا فبدأت ناس بنشوف بتبيع أراضي الزراعية وفي أراضي بيبنوا عليها فالموضوع بقى لي أبعاد تانية اجتماعية واقتصادية خطيرة جدا فالحقيقة احنا بدأنا وقلنا يعني أكتر محصول السنة دي كان فيه مشكلة ومحصول الأمح وإحنا شفنا اللي حصل بسبب طبعا من الحرب في أوروبا الشرقية وقدي احنا كنا بنتكلم عن فكرة الأمح والمخزون الاستراتيجي بتاعنا ده بشكل يعني شبه يومي عملنا يعني دراسة ورصد احتياجات ونزلنا على الأرض وجمعنا قاعدة بيانات لمئة ألف فلاح مئة ألف فلاح دول متواجدين في ثمان محافظات خمسة منهم في وجه إبلي وثلاثة في وجه بحري ولقينا الناس دي كلها عندها رغبة في زراعة محصول الأمح ولكن لو ما ساعدناهمش مش هيزرعهم طيب ايه نوع المساعدة اللي حالك عايزها أنا مش عارف أجيب التقاوي مش عارف أحصل على التقاوي أو التقاوي موجودة ومتوفرة ولكن أنا معيش تكلفة التقاوي فالحقيقة إحنا بدأنا عملنا قاعدة بيانات ودي ممكن قاعدة بيانات إحنا فخورين جدا بيها النهاية فيها تفاصيل التفاصيل يعني الفلاح ومحل سكن حياثة الزراعية دي قد إيه والحقيقة ركزنا أن المئة ألف فلاح دول اتأكدنا أنه دول من صغار الفلاحين اللي هما حياثتهم الزراعية بتبتدي من إيراتين ولا تتجاوز فدان ونص وبدأنا أن إحنا يعني عملنا لهم نوع من أنواع التجمع أن هما إزاي يحصلوا على البزور والتقاوي دي ويبتدوا موسم زراعة الأمح وأعلننا عن ده ثم نصقنا معاهم يمكن بداية من شهر نوفمبر أن يبقى فيه مدارس حقلية إسبوعية إحنا بنروح معنا خبراء من الإرشاد الزراعي مهنسين زراعيين بتعاون مع الوزارة وبتعاون مع جهات أخرى عشان بتدي أقوله عن ممارسات الزراعية الصحيحة لأنه الناس كانت بتعاني بسبب طوارات المناخية أنه هو مش عارف مثلا يرمي السماد إمتى أو البزور بتاعته إمتى فيه إحنا في الصيف بس فجأة بيحصل أمطار بس فجأة بيحصل رياح فيمكن أكتر فئة متضررة من فكرة الأضرار التغيرات المناخية هما الفلاحين والمزارعين وما كانش عنده أليه أنه يتوقع فإحنا بصراحة استخدام بقى بعض الأليات يعني أنا استغربت جدا أنهما حتى عندهم استجابة جميلة جدا لأي حاجة جديدة هتفيد المجال بتاعهم يعني لما قلنا لهم أنه ممكن يبقى عندنا أبليكيشن إحنا بنتوره يبقى على تليفون حضرتك هو هيتوقع لحضرتك بكرة فيه إيه لو فيه أمطار حضرتك ما ترويش عشان ما يحصلش أنه يبقى المحصول مهدد إنه هو يغرق لو فيه رياح بلاش نعمل كذا الحقيقة يعني بدأنا نتوسع في الموضوع ده ورصدنا حالة من الاستجابة رائعة ولما نتكلم أنه إحنا بنزرع دلوقتي بجهود التحالف 150 ألف فدين من الأمح وبنحلة من 20-22 إحنا يبقى عندنا موسم مليون فدن من الأمح حشان نحقق اكتفاق ذاتي يعني مصر بتستورد كل سنة حوالي 5 مليون طن إحنا السنة دي بإذن الله شهر 3 هنحصل منهم 0,5 مليون 10% من حجم استيرادنا ودي جهود مجتمع مدني فالحقيقة هو يعني من الوضعات اللي إحنا سعداء بيها إن إحنا نكون لنا مساهمة في ملف زي ده يعني فكرة إنه نطلع بالمجتمع المدني من إنه هو اللي بيوزع الكارتونة وبيوزع لا يعني إحنا لنا دور في خطة الدولة شايلين هموم الدولة الملفات الاستراتيجية هي على يعني رأس أولوياتنا وأجندتنا والله أنا عايز أشكرك جدا 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 ومش عايز كدت الوقت ده يعدي كده لأن أنا عندي 5000 مليون سؤال والموضوع شيق وكبير ومهم كمان قوي جدا خالص أنا عايز أشكرك جدا 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 يا دكتور نوها كل الشكر لدكتور نوها طلعت عبدالقاوي أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي فيه فرق كبير ما بين إدارة ملف الفقر وإدارة ملف السروة إدارة ملف الفقر لا يجلب وسوى فقرا مستمرا وزيادة الفقر مرة في اتنين في تلاتة فبيتحول إلى ليرز من الفقر فما بدأ انتهيش إدارة ملف السروة هو أنك أنت تشوف كل المعطيات اللي قدامك وأن اللي قدامك ده كله موارد وبالتالي تبدأ تستغل الموارد بتاعتك علشان تقدر تخلي الناس حياتها أحسن وده اللي بيقوم بالتحالف الوطني للعمل الأهلي هيبقى لنا كلام كتير عن التحالف وعن الملفات اللي بيشتغل عليها في إطار التمكين الاقتصادي تحديدا لأهلينا وده مهم جدا 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 لأنه ده اللي هيخلينا نوصل لأنه نحن يمكن في يوم من الأيام ما يبقاش فيه فقراء يعني أتمنى ومن اضطرش نعمل مظلات حماية اجتماعية ومن اضطرش نعمل ولا دعم ولا أي حاجة أحلى حاجة في الدنيا الناس بتشتغل بتكسب بتنبسط خلصت الحلقة لحد كده سمع عبدالعظيم خلاص عايز يحرف نفسه من الدور اللي تالت وإن شاء الله لو كان لنا العمر نقابلكم يوم السبت الجاي وبرنامجكم التاسعة سلامات